نروح لتصريحات ما بعد مباراة تونس واستراليا جالي القادري الموديل الفني للمنتخب التونسي قال ان احنا ما كناش نستحق الهزيمة امام المنتخب الاسترالي خلقنا العديد من الفرص وشكلنا خطورة كبيرة على مرماهم لكننا لم نستغل هذه الفرص وهم عملوا فرصة وحيدة ونجحوا في استرالة وبصراحة اللي شاف المباراة النهاردة ما يحسش ان المنتخب التونسي خلق فرص كتير وجالي القادري اصلا فيه انتقادات كثيرة جدا في تونس حاليا حول اصلا تعيينه لتولي المهمة الفنية للمنتخب التونسي هو مدرم محترم بكل تأكيد بس لأ تونس ما ظهرتش بشكل جيد حتى مباراة الديرمارك هي قدت وكفحت ويدت تقوم بنقطة التعادل بس لأداء ما كانش مبهر نفس الامر النهاردة في الجاني ساسي قال ان احنا قدمنا مباراة جيدة امام الديرمارك لكن من الممكن ان احنا بلغنا في الاحتفال بعد التعادل امام الديرمارك وهو ده اللي تسبب فيه البداية السياء امام استراليا هنحاول قدام فرنسا وبكل تأكيد الامور مازالت صعبة وفي نفس الوقت مازال لدينا فرصة في البقاء في هذه البطولة الاجواء الجمهرية بالنسبة للمنتخب التونسي وايضا المنتخب الفرنسي كانت اجواء رائعة جدا زي ما حالكم شايفين على الشاشة الان جمعية التونسية على فكرة من اكتر من اكتر الجمعية اللي موجودة في البطولة اللي لم تكن اكثرهم يعني النهاردة كان موجودين مالين الاستاد المسندة رائعة جدا احلى حاجة في المنتخب التونس كانت جماهيره بصراحة خلال البطولة حتى هذه اللحظة اداء اللاعبين متفاوت ولكن الجماهير اداءها سابق جماهير التونسية كالعادة واحنا من افضل افضل الجماهير العربية والافريقية جماهير عظيمة جدا وكبيلة جدا ورائعة جدا الاجواء قبل وبعد واسناء المباراة كانت حاجة رائعة جدا لكن عكس الوضع بالنسبة ليه اللاعبين وبصراحة الجهاز الفني انا بصراحة عندي يعني مش عارف اقول هلكم ازاي بس احنا الناس بتزعل لما بقولك كلمتين دول فيه كتير قوي نتحدث في وطننا العربي دائما في كل المنتخبات العربية عن قيمة المدير الفني العربي المحلي هو في حقيقة الامر احنا عندنا مدربين كبار في الوطن العربي في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي السعودية دايما فيه مدربين كبار دايما بس لما بتيتتكلم على الاحتكاكات العالمية الكبيرة دي المدرب المحلي بيبقى شبه اللاعب المحلي هتقول لي تقصد ايه؟ هقولك ان احنا بيبقى عندنا لعب محلي في الدول المحلي او في البطولة المحلية رائع جدا ومميز جدا زي ما بيبقى عندنا مدرب مميز جدا محليا لما بيجي يشتغل على مستوى كبير علامي تحديدا مش بس دولي مش كر يعني على مستوى علامي زي بتوتكس العالم لا بيبقى فيه فرقات فرقات في المدربين وفرقات في اللاعبين بتبقى الامور واضحة فبصراحة انا يعني ايه كنت شايف ان تونس ممكن تدخل البطولة دي ممكن بمدير فني اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش بقول برضو انه جلال ادري مدرب قليل او مدرب سائي لا او مدرب كبير واو محترم انا بتتكلم على من البطولات او من المنافسات ح тогда صعب وسقيل جدا وسقيل جدا مدرب هو محترم جدا جلال قدري ومن المدربين اللي ليهم سمعة جيدة في تونس عموما نهاردك لتونس النهارده الهزيمة من المنتخب الاسترالي زي ما قلت لكم هي المفاجأة في الهزيمة النهارده الأداء اللي عاملوا منتخب التونسي قدام الدنمارك هو اللي علا الطموحات بتاعتنا وتوقعاتنا ان هم يعملوا حاجة كبيرة في هذه البطولة منافسة في منتهى الصعوبة ومباراة في منتهى الصعوبة أمام المنتخب الفرنسي إن شاء الله إن شاء الله تونس بالروح وبالإرادة اللي متعودين عليها في المنتخب التونسي يعملوا المفاجأة الكبرى في المنديال هتبقى أكبر مفاجأات المنديال وليه لأ السعادية عملتها مع الأرجنتين وفاجأتنا بأداء رائع وهو بالجدارة قدرت تفوز على المنتخب الأرجنتيني وفي منافسة ربما تكون أصعب من منافسة تونس وفرنسا فرنسا زي ما قلت لكم هي ضمن الصعود خلاص فممكن الحماس أو الطموح يبقى قل لكن الصعودية هي تلعب الأرجنتين في أول مباراة فطبعا الحوافز واحدة يعني كل الاثنين عايزين يكسبوا المباراة جدا والصعودية تقدر تكسب فده يخلينا عندنا أمل إن شاء الله إن شاء الله فرنسا تخسر قدام المنتخب التونسي ومنتخب التونسي يعمل أداء رائع جدا قدام المنتخب الفرنسي